السلام عليكم إذا كان عندك أسنان فلا محالة أن تزور طبيب الأسنان وإذا كان عندنا صرع هل يمكن أن مريض الصرع يروح على طبيب الأسنان وما هي الاحتياطات اللازمة أخذها عند زيارة طبيب الأسنان لمريض الصرع في البداية إذا كان عندك صرع وصار عندك طارق للأسنان مثلا وقعت انكسر أحد الأسنان أو صار في التهاب حاد في الأسنان ومحتاج إلى عملية أسنان أو زيارة طبيب الأسنان بشكل طارق فما في عندنا وقت كثير للتخطيط أو الاستعداد فاللي بنقدر نعمله إنه ناخذ الأدوية الصرع على وقتها ونتأكد إنه الأدوية أخذناها على الوقت ونتجنب أي شيء يزيد التشنجات في هاي الفترة وإن شاء الله الأمور تمشي على خير ولازم نعرف إنه وجود الاتهاب والعدوى البكترية في الأسنان أو في أي منطقة في الجسم يمكن إنها تزيد التشنجات فيجب علاجها بشكل سريع وكمان الألم والضغط من الوجع الأسنان يمكن إنه يؤدي إلى زيادة التشنجات وحدوث نوبات الصرع مهم نعرف إنه بعض المضادات الحيوية مثل البنسالين والفلوروكوينيلول يمكن إنها تزيد التشنجات عند بعض المرضى المصابين بالصرع فمهم جدا إنه نخطط لهذا الموضوع وإذا كان فيه بدائل مناسبة نستخدمها أفضل من هاي الأدوية وفي بعض المضادات الحيوية الأخرى زي الإيرثروميسن يمكن إنه يتفاعل مع أدوية الصرع ويزيد أو يناقص تركيز هاي الأدوية في الدم إذا كنت عندك زيارة لطبيب الأسنان وكانت زيارة اعتيادية وفي معنى وقت إنه نحضر فلجب يجب إنه نحضر لهذا الموضوع الخطوة الأولى لازم إنه نكون منتظمين جدا على أدوية الصرع وما نوقف الدواء أو نخربط فيها عشان نكون متحضرين إنه ما يصير تشنجات ولازم إنه يكون النوم منتظم وتنام ثمان ساعات في الليل عشان يكون الدماغ مرتاح وما يصير عندنا نوبات صرع لا سمح الله في وقت عمل الطبيب الأسنان وتجنب أي محفزات للنوبات والصرع والخطوة الثانية إنه لازم تناقش مع طبيب الدماغ والعصاب المشرف على حالتك إنه هل فيه إشي لازم نعمله للاستعداد لهذه الزيارة والنقطة الثالثة إنه ما في عنا وقت محدد من آخر نوبة صرع لازم نستناها لمدة شهرين ثلاث أو سنة أو أي فترة محددة كل هاي بتم تقريرها من حالي إلى أخرى مع المناقشة الطبيب المعالج ونقطة الرابعة إنه مهم جداً لما تزوروا طبيب الأسنان يكون معكم شخص آخر اللي يقدر مثلاً يسوق فيكم أو إذا حدث أي طريق يكون هناك للمساعدة طيب شو بنقدر نعمل في وقت الزيارة ووقت العلاج أول شي لازم إنه تناقش مع الطبيب الأسنان وتخبروا إنه في عندك صرع وشو الأدوية اللي بتاخذها إمتى كان في عندك أول تشنج أو آخر تشنج صار وشو بيصير معك في حدوث النوبي هل في عندك نسمي أو في عندك شعور قبل النوبي كل هاي الأشياء يعني تعرف أكثر عن خلي الطبيب الأسنان يعرف أكثر عن مرض الصرع عندك وكيف السيطرة عليه كمان إيش الأدوية اللي يمكن أن تتأخذها في حال حدوث نوبة الصرع في عندنا اليوم أدوية لإعطاها في حالة طارق مثلا يمكن في بخخات في الأنف مثل النيزل ميدازولام أو النيزل ديازبام أو في عندنا أدوية بتنحط في الفام أو في الشارج كلياتها يمكن أنها تنعطى لإيقاف نوبات الصرع إذا كانت نوبة مطولة النقطة الأخرى أنه وقت عمل طبيب الأسنان يجب أنه الطبيب يكون شوي سريع وعمل البرسيجر والعملية الأسنان بأسرع وقت ممكن حتى يتفادى حدوث نوبات صرع داخل هاي العملية أو داخل تنظيف أو عمل مع الأسنان شو بنقدر نعمل إذا حدث نوبة صرع في داخل العيادة أو وقت عمل طبيب الأسنان معها أول خطوة إنه يجب الهدوء والترويء من طبيب الأسنان وجميع الناس الموجودين ولازم نشيل أي شيء حوالين المريض يمكن إنه يؤذي المريض لو ضرب فيه لا سمح الله مثلاً أي أدوات للطبيب الأسنان أو شفرات أو أي شيء حاد حوالين المريض لازم نشيله نبعده عن المريض ولازم المريض يبقى على كرسي طبيب الأسنان وما ننزله عن الكرسي لأنه يمكن يتأذى وقت تنزيله وننزل الكرسي على الأرض قدر الإمكان وفي نفس الحالة لازم نعير الوقت نعرف الوقت اللي بدأت فيه النوبة عشان نشوف كم الفترة الزمنية اللي حدثت فيها هاي النوبة تقريباً 90% إلى 95% من نوبات الصرع تنتهي بتوقف تقريباً بعد دقيقة إلى دقيقتين وعند 5% من النوبات يمكن إنه النوبة تستمر لفترة أطول ما بين خمس دقائق أو تكون حتى أكثر من خمس دقائق ويسمى الحالة الصراعية لستاتس إبليبتيكوس وفي هاي الحالات لازم إحنا نعطي دواء اللي يوقف النوبة الصراع اللي هي الأدوية اللي أنت كنت جايبها معاك اللي هي تبخخات الأنف أو الفم أو الشرج أو إذا كان عند طبيب الأسنان أدوية اللي يوقف اللي بنقدر نعطيها في الوريد أو في العضل عشان وقف النوبي ويمكن إنه نضطر نتصل على الإسعاف للمساعدة في هاي الحالة ولازم نعرف إنه في عند الكثير من الحالات بعد نوبة الصراع بصحة المريض بيكون متغبش وتعبان ومش عارف وين هو يمكن يكون حتى عنيف أو يضرب أو لأنه مش عارف في أي مكان موجود أو خايف من الناس اللي بيشوفهم فعشان يك لازم نعرف ولازم يكون في الناس من العائلة عشان تهدئات المريض والجلوس معه عبين ما يرجع لحالته الطبيعية حكولي في التعليقات هل صار معكم نوبات صراع عند طبيب الأسنان أم لا طيب نحكي شوي عن أدوية الصراع وتأثيرها على الأسنان والفم في بعض الأدوية مثل الدواء الفالبوريك أسيد اللي هو الدباكين هذا الدواء يمكن إنه يأثر على صفائح الدم ويعمل على زيادة النزيف في الجسم بشكل عام ويكون طول وقت النزيف أطول فمثلا إذا كان فيه خلع السن وحطينا إشي وقف النزيف لازم نخليه لفترة أطول إذا بناخد دواء الدباكين لأنه يمكن النزيف يطول أكثر من الحالة الطبيعية في بعض الأدوية الأخرى مثل الفينيتوين أو إيبانوتين يمكن يؤدي إلى نمو غير طبيعي في اللثي بسموه جنجيفل حيبر بليزيا الشكل اللثي بيكون سيء ولازم في بعض الحالات تحتاج إلى عملية جراحية لتنظيف هاي اللثي أو وقف هذا العلاد والكثير من أدوية الصرع وخاصة التجريتول الكربامازيبين يمكن يعمل جفاف في الفم وجفاف الفم يؤدي إلى تعفن الأسنان أو يؤدي إلى تسوس الأسنان لأنه بشكل طبيعي اللعاب في الفم بيعمل على تنظيف الأسنان بشكل دوري وإذا كان فيه جفاف دائما بيصير فيه عندنا تسوس في الأسنان من هذا الجفاف الموضوع الآخر إنه الكثير من أدوية الصرع وخاصة الشراب للأدوية الصرع والسبرينكلز هاي الأدوية فيها كميات وتركيزات عالية جدا من السكر وعشان هيك بتنعطيها للأطفال بشكل كبير بيحبوها لأنها بتكون حلوة فمهم جدا إنه نعرف هذا الموضوع إنه أدوية الصرع وخاصة الشراب منها فيها نسبة عالية من السكر بتأدي إلى تسوس الأسنان زي كأنه الطفل بيظلوا يأكل حلويات بيأدي إلى تسوس الأسنان فلينصح فيه إنه بعد ما الطفل يأخذ الدواء وخاصة في الليل ما ينام مباشرة بعد أخذ الدواء لأنه بتكون هناك سكر كثير في الفم بيأدي إلى تسوس الأسنان فينصح بأنه بعد ما يأخذ الطفل الدواء يروح الحمام يفرشي أسنانه ويتمضمض حتى يشيل كل السكر الزايد في الفم وما يصير فيه تسوس في الأسنان مع الوقت وخاصة في الليل السؤال الآخر هل يمكن تخدير الأسنان مع مرض الصرع إذا كان التخدير موضعي فلا مشكلة من استخدام اللايدوكين والتخدير الموضعي وفي بعض الحالات تم رصدها وتم توثيك بعض الحالات صار عندهم تشنجات أو حتى تشنجات عند الناس اللي عندهم صرع أو ما كان عندهم صرع من قبل صار عندهم تشنجات بعد أخذ اللايدوكين في هاي الحالات لما نبحثوا فيها بيّن أنه الطبيب الأسنان حقن اللايدوكين مباشرة في الشريان طبعاً من يحكم الطبيب فيه اللثة فيه هناك شرايين إذا كان وصلت إبرة المخدر فيه داخل الشريان بيصير حقن المادة مباشرة إلى الدم بيكون بتركيز عالي ويمكن نتأدي إلى تشنجات فاللي بيصير إنه طبيب الأسنان بيكون حذر جداً وقت عمل الحكمة بحط الإبرة وبعدين بيسحب شوية تأكد إنه ما هو داخل فيه شريان أو وريد وإذا كان الأمور طيبة يمكن إنه يحقن المادة المخدرة إن شاء الله بدون أي مشاكل في بعض الحالات الأخرى خاصة في الحالات اللي عندها مشاكل في الإدراك أو مثلاً توحد أو في عندهم شلل دماغي للسيربرا البالسي هاي الحالات بتكون عندهم مشاكل في الأسنان وما بقدر يقعدوا هاديين أو بيخافوا كثير من طبيب الأسنان فيمكن نحتاج إنه نعمل تخدير عام إلهم وإجمال إن التخدير العام آمن في مرض الصرع وفي بعض الأوقات بنعمل تخدير خفيف باستخدام النيترس أوكسايد اللي هو الهواء النيترو النيترس طبعاً بيهد الطفل وهذا هو آمن في مرض الصرع وعشان تارفو أكثر عن كل أدوية الصرع وشو الاستخدامات تبعاتها ومين أحسن دواء لعلاج الصرع يمكن تشوفوا هذا الفيديو اللي فيه كل أدوية الصرع ولا تنسونا من صالح دعاكم والسلام عليكم